فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المتشبهين من الرجال بالنساء ولعنى المتشبهات من النساء بالرجال وذلك في اللباس لأن تلبس المرأة لبسة الرجل أو يلبس الرجل لبسة المرأة لأن في هذا تحولا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهذا يدل على أن الذكر ليس كالأنثى فالأنثى لها صفة ولها لباس ولها عمل خاص بها وللرجل كذلك ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ عمل الآخر أو يلبس لباس الآخر لأن الله فاوت بينهم وجعل لكل صنف ما يليق به